هنية اليوم وغدا مكيرك الوجهة القاهرة وذلك في إطار الجهود المستمتة لوقف إطلاق نار والتوصل لصفقة للرهائن جهود تعثرت بعد تفاؤل وأمام شروط وشروط مضادة أدت لتراجع الأمال بانفراجة قبيل رمضان وصول هنية إلى القاهرة يأتي قبيل زيارة مرتقبة لمبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن بريد مكيرك مسؤول آخر تجربه الإدارة الأمريكية علّه بتجربته في المنطقة يحقق المرجوع أما أولوياته فبحث الهدنة وصفقة لتبادل المحتجزين مهمة تواجه تحديات حسب الخارجية القطرية التي أكدت أن صفقة تبادل الأسرى الجديدة مستمرة رغم ذلك وضيفة أن الجانب الإنساني يحتل المفاوضات أو يحتل الأولوية في المفاوضات الجارية مزيد من النقاشات مع ضيفي معي من القاهرة الخبير في الشؤون الإسرائيلية صبحي عسيلة ومعي منت الأبيب الباحث في قضايا الأمن القومي الإسرائيلي عنان وهبي أهلا ضيفي إذن أبدأ معك أستاذ صبحي كما أشرنا مع وفد حماس إلى القاهرة قبيل زيارة المبعوث الرئيس الأمريكي كذلك هل هناك مساعي أو فرصة حقيقية لإحياء المساعي السابقة بالتوصل إلى صفقة قريبا علما أنه شروط وصقف الشروط لا يزال مرتفع وإلى غاية الأمس كنا نسمع الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي جانس يقول أنه لم تتهيأ ظروف بعد للتوجه إلى القاهرة طبعا في الحقيقة ما يدور في القاهرة عبر الأيام الماضية وصولا إلى اليوم وربما غدا هو أيضا في إطار خلينا أقول الإطار الذي تم الاتفاق عليه في باريس والذي تقريبا تم الاتفاق فيه على الأسس الأساسية دعيني أقول ولكن المشكلة كما سميتها حضرتك هي الشروط التي يضحها كل طرف سواء كان الطرف الإسرائيلي أو طرف حماس لأن الكل يبحث الآن عن خلينا أقول اللقطة الأخيرة أو المشهد الأخير في الخروج من هذه الصفقة هو يريد أن يبدو منتصرا بنسبة 100% وهذا لا يمكن أن يكون وسيلة لمفاوضات مفهوم أن ترفع سقم مطالبك ولكن لا يمكن أن يكون ذلك هو الأساس الغرض الآن وتحول الموضوع كما لو أنه كان هو الهدف أو هو الصفقة الأساسية من سيخرج منتصرا من هذه الصفقة بينما كل الضغوط يبدو أن بنيمين نتنياهو غير معنيا بها في إطار الدعم الأمريكي الحاصل عليه وفي إطار الدعم الموجود لديه من حكومته في الامين المتطرف يبدو أنه يغمي تماما ورقة الرهائل الموجودين من سيخرج منتصرا من هذه الصفقة أو أي صفقة كيف يمكن تحديد على أي أساس هناك منتصر؟ يعني في كل الأحوال هذا تعريف ذاتي في الحقيقة لدى بنيمين نتنياهو ولدى حماس أيضا في كل المواجهات السابقة خرج كل طرف ليقول أنه منتصر لأن الأهداف التي وضعت من البداية وضعها بنيمين نتنياهو بنفسه ومعظمها غير قابل للتحقق ويمكنه أن يتوقف في أي لحظة ليقول أنه انتصر أيا كانت النتائج أو أيا كانت التنازلات إذا جاءت تعبير التي سيقدمها سيعود للإسرائيليين ليقول لهم أنه تمكن من فعل كذا وكذا 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 وأنه بذلك انتصر وقرر أن يوقف هذه الحرب أو أن يدخل هذه الصفقة تماما كما قال قبيل الصفقة الأولى أو عند قراره بالدخول في صفقة تبادل الأسرة الأولى قال أن ذلك من أجل إسرائيل ولمصلحة إسرائيل وأيضا الحماس ستقول نفس الكلام أنها استطاعت أن تقاوم إسرائيل لمدة أربعة أشهر أو خمسة أشهر لم يستطع أن يصل إلى قادتها ليقتلهم وهكذا وهكذا وأن هذا في طريق المقاومة مشروع وموجود إذن بما أن الهدف لم يكن محددا وغير قابل للتحديد الإجرائي في الحقيقة فعند أي لحظة يمكن لأي طرف يقول أنه منتصر وهنا ما أسميه أنا بالصورة الأخيرة التي يبحث عنها بنيمين نتنياهو في إطار مصالحه الشخصية ومحاولة منه أو ربما المحاولة الأخيرة لكي ينقذ مستقبله السياسي ظنا منه أن الانتصار بالشكل الذي يبدو للرأي العام الإسرائيلي أنه إزلال للفلسطينيين ربما قد يصعدوا في البقاء مرة أخرى وهذا أيضا من الأهداف التي أصبح الجميع حتى في إسرائيل متفق على أنها مستحيلة التحقق وأن الأهداف الشخصية بدأت تعني عن الأهداف الموضوعية رسالة عزم كوت لمجلس الحابر يقول فيها أن إسرائيل تتخبط ومن الصعوبة بمكان تحقيق الأهداف على أساس اعتبر أنه أستاذ عنان الأهداف ليرسمها والشعارات ليقولها نتنياهو تأتي في إطار الدعاية السياسية أو الانتخابية بما يفيد كل هذا وهل حكومة نتنياهو لأنه بعض المواقف وحتى التحليلات الأمريكية والإعلام الأمريكي يفيد أن هذه الحرب يديرها اليمين المتطرف الإسرائيلي بعيدا عن حسابات الواقع والميدان وبالتالي هل إسرائيل معنية بالصفقة وجادة في هذا السياق؟ نعم طبعا عندما تقدمت هذه الحرب ووصلت إلى مراحل الحسم بات العنصر العسكري يعني يصبح طبعا جانبيا أمام المخرج السياسي والمخرج السياسي هنا يبطن طبعا الكثير من المصالح الحزبية والمصالح الشخصية لنتنياهو كما قال السيد صبحي وهذا صحيح ولكن في نهاية الأمر يجب أن لا ننسى بأنه هناك اتفاق واسع جدا في داخل المجتمع الإسرائيلي بالرغم من كل الخلافات السياسية الداخلية التي رأيناها في الشارع بأنه يجب تغيير المعادلة بالكامل هذه المرة بعد هذه الهجمة الإرهابية البربرية التي جاءت من غزة يعني نحن نعرف بأنه اليمين الإسرائيلي هذا نفسه وخاصة المتطرف هو استخدم حماس لشرخ الشارع الفلسطيني طبعا من طرفه لأنه لا يريد حل الدولتين وبالتالي كانت حماس تخدم اليمين الإسرائيلي على طول الخط الآن المعادلة تغيرت المجتمع الإسرائيلي متفق على الأهداف العسكرية التي تخص شل القدرات العسكرية الإرهابية في قطاع غزة هذا ما يتحدث عنه الشارع الإسرائيلي فيما يتعلق فيها المهرج السياسي مش شل القدرات يختلف كثيرا عن تدمير حماس ويعني حتى إيجاد بديل لها في الحكم هناك واللي كانت هذه الشعارات وهذه الأهداف مرصودة منذ اليوم الأول نعم بدون أن نشك وهنا يعني الجزء الأكبر في الهيئة السياسية الإسرائيلية طبعا يبحث عن شريك فلسطيني يعمل بشكل شرعي ومسؤول وبمرجعية عربية ليس بمرجعية فارسية التي زجت وهذا نقوله كل مرة من جديد زجت بكل هذه المنطقة إلى هذا الصراع وإلى هذه التوتر يعني من الحسيين وضرب الملاحة البحرية والكل يدفع هذا الثمن مصر تدفع ثمن اقتصاد وإلى آخره فهذه معادلة إقليمية واسعة ونعم ونالك في الجانب الإسرائيلي في داخل الهيئة السياسية من يريد أن يسمع أصوات فلسطينية ومرجعية عربية واعية لا تتهم فقط الجهة الإسرائيلية إنما تحدث فعلا عن حل ويبدو بأن في القاهرة هذه الأجواء الآن تترتب من جديد لإيجاد مخرج سياسي من هذه الورطة أين هي هذه الأصوات في من يتخذ القرار ويملك اتخاذ القرار في إسرائيل؟ الذي يتخذ القرار في إسرائيل عمليا اليوم هي الحكومة ولكن الحكومة فيها شراكة طبعا من جانس وآيزينكوت وهو يمثلون الصوت الأخوة الآن في الشارع حسب استطلاعات الرأي إذا ما جرت الانتخابات في السنة القريبة ستكون لهم الحصة الأسد في البرلمان الإسرائيلي وهذه الأصوات معتدلة هذا هو معسكر السلام معسكر حل الدولتين ولكن بشروط يجب بناء الثقة التعويل على المرجعية العربية وساطة أجنبية مسؤولة ولكن بدون أن تكون تمثيل حماس في أي سلطة مستقبلة في غزة نعم هنا أعود إليك أستاذ صبحي لنتفاعل ربما مع عدد من هذه الجوانب موقف إسرائيل واضح موقف هنية كذلك كما أشرت إليه أو حماس بشكل عام لأنه هنية السبت فقط قال منفتحون على الصفقة لكن دون أن نفرط بتضحيات الشعب وإنجازات مقاومة حسب تصريحاته دائمة أي إنجازات هذه خاصة أن بعض المصادر المصرية المقربة من المفاوضات وهذه الوساطات المصرية القطارية الأمريكية تفيد أن هناك قناعة متنامية لدى إسرائيل أنها حققت أهدافها إلى حد كبير بكل تأكيد إسرائيل حققت هدفها كما نتصوره نحن وليس كما تصوره بن يمين نتنياهو وحين يحكم على بن يمين نتنياهو في كل التقارير وكل المتابعين بأنه فاشل هو فاشل قياسا للأهداف التي أعلنها إنما هو نجح فأن يدمر قطاع غزة تماما وأن يضع القضية الفلسطينية في موضع لم تشهده من قبل وأصبحت القضية مهددة تماما وأصبح يفاخر بأنه يجاهر بأنه من وقف ضد الدولة الفلسطينية وأنه يرفض الدولة الفلسطينية تماما وأعلى من مبرة هذا الحديث داخل الساحة الإسرائيلية رفضا للفلسطينيين بحجة حماس وما قامت به حماس هو الآن يعني يغزي كل هذه النزاعات المتطرفة ليس في إسرائيل ولا في فلسطين بل في المنطقة حقيقة وهذا الخطر حقيقي على الشرق الأوسط نعم هو حقق هذا الإنجاز من وجهة نظرنا وهذا ما يدفع الجميع أن يتفاوض أو يقنع أو يضغط على حماس لإنقاذ الفلسطينيين لأن الفلسطينيين العزة لهؤلاء تحت هذه الآلة الهمجية في الحقيقة الإسرائيلية يعني معرضين لأكبر من ذلك من كوارس وهذا هو الخطر الحقيقي الذي نسعى من أجله أما المقامة أنها تتصدق؟ لأن الأوراق المتاحة أمام حماس حاليا هي ورقة المحتجزين لديها من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والبناء عليه في إطار مسار وأفق سياسي واضح لدولة فلسطينية على الأقل هذا هو التصور حتى الآن إذا مفرطت بهذا لأنه حتى الدعوات الأمريكية تطالب بالتصفير والإفراج عن جميع المحتجزين بالمقابل إسرائيل تلوح وتضغط بورقة رفح أين يقودنا هذا؟ يعني في الحقيقة إذا تمترس كل واحد خلفه موقفا المفاوضات ستكون صعبة وسيكون وضع أكثر كاريسية ولكن حماس حين تتمترس طبعا بورقة الأسرة نعرف جميعنا أنها الورقة الرابحة ولكن كيف تستخدم هذه الورقة الرابحة؟ هذا هو السؤال وهذا هو موضع الضغط أو الإقناع الذي يتم على حركة حماس هذه الورقة لها مدة صراحية لها حدود للتعامل معها وحتى تؤمن منها معظم المكاسب وإلا ستصبح هذه الورقة غير موجودة أو سيكون سمن هذه الورقة التي في يد حماس صعبا للغاية على الفلسطينيين وعلى الأضياء الفلسطينية لا أحد ينكر أن الورقة الموجودة لديهم الآن هي ورقة رابحة وهي الورقة الوحيدة الضغطة على بنيمين نتنياهو من الرأي العام الإسرائيلي هذا قولا مؤكدا ولكن كيف يمكن استخدام ذلك لتحقيق الهدف الفلسطيني؟ المشكلة أن حماس تبتعد بهذا الموضوع عن الهدف الفلسطيني ما نريده الآن وما تقوله حماس أن نعود تقريبا إلى ما كنا عليه قبل السابع من أكتوبر وهذا هو المكتغى الآن بينما كانت الأمور قبل أما وأنه قد حدث بكل إيجابياته بكل سلبياته بكل تداعياته إلى الآن عليك أن تعرف أين تتوقف بالضبط حتى لا تزيد الخسائر عما هي عليه في هذه اللحظة وإلا فإن الموضوع يذهب بنا جميعا إلى الهوية يذهب بالفلسطينة إلى الهوية ثم لا تصبح قيمة لهذه الورقة في حال تحقق هذا السيناريو الكارسي ما المطلوب الآن؟ ما المطلوب الآن؟ ما المطلوب الآن؟ ما هي المقاربة الأمثل الآن؟ لتوظيف الورقة بشكل إيجابي أو يأخذ بالمصلحة العامة؟ يعني المطلوب الآن مزيد من العقلانية بعضا من العقلانين للتعامل مع الموضوع خاصة وأن النقاط المختلف عليها أو التي أبدت حماس ملاحظات عليها أنا هنا أعرف أن الموقف الإسرائيلي أيضا هو يصعد في الموضوع ولكن أتحدث الآن على الجانب إذا كنا نتحدث عن مسألة وقف إطلاق النار أولا أم البدء بالصفقة أولا أنا أتصور أنه في إطار البراجماتية السياسية يمكن التعامل مع هذا الموضوع لنبحث كما قال الملك عبدالله في لقاءه مع الرئيس بايدن حل بشكل متزامن أن يتم ذلك بشكل متزامن وهنا أتحدث عن الإقناع يمكن إقناع حماس بأن ذلك يمكن أن يتم بالتزامن لأنه طلب منطقي ويمكن الضغط عبر الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل لكي يحدث ذلك بالتزامن لأنه من غير المنطقة أن يتم تبادل الأسرة والإفراد عن الأسرة بينما القصف جاريا في رفح أو غيرها لكن التحدي وأريد أن أحيي هذه النقطة هذه العقلانية إذا ما طالبنا حماس بأن تتسم بالعقلانية هل هناك عقلانية في نتانياهو وفي حكومته ولدى بينكفير واسموتريتش وغيرهم من الوزراء المتشددين ليزايدون على المواقف وعلى أي خطة حتى خطة الأفق والدولة الفلسطينية رفضوها بشكل رسمي فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية من حيث المبدأ طبعا نحن نرى بأن الشق اليميني المتطرف في السياسة الإسرائيلية هي تعمل بفكر متشدد أحيانا بعيد جدا عن العقلانية على الأقل على ما يريد أن يديره يعني محور السلام في مثل هذه الحالة وقد يكون سيد الموقف في حالة احتدام يعني واستمرار احتدام هذه الحرب ويتوسع ويؤثر على الفكر الإسرائيلي ولكن حتى اللحظة هو يعتبر يعني جزء الخاسر في الاتخابات اللاحقة ولكن يجب أن ننوه بأنه هذه الجوانب جميعا التي تريد السلام لا تريد أن تعطي أي شرعية لحركة حماس وهذه نقطة هامة حماس لا ندري ماذا كانت حساباتها قبل أن دخلت في مثل هذا المعترك هذه العملية ولكن هي لا تستطيع أن تحصد من خسارتها ربح سياسي في الشارع الفلسطيني وهذا ما تقول عمليا معظم الجهات الإسرائيلية وخاصة الجهات المعتدلة هي تريد محور سلام لا محور عداء وإرهاب وبالتالي المخرج الوحيد في نهاية الأمر هو عودة السلطة الفلسطينية مرجعية عربية لا تستطيع حماس أن تكون جهة يعني نحن لا نفتش عن الفكر العقلاني الحمساوي لأنه لن نجد مثل هذا الفكر الذي يريد سلام وفقط يريد حرب ويريد طبعا إزالة الدولة اليهودية عن الخارطة نعم للأسف تهوقتنا إذن شكرا جزيلا لكم من تل أبيب الباحث في قضايا الأمن القومي الإسرائيلي عنان وهبي أشكر أيضا ضيفنا من القاهرة الخبير في الشؤون الإسرائيلية اشتركوا في القناة